اشتركوا في القناة وان يهدد شخصا اخر فيقولها وناقل الكفر ليس بكافر بخلي الله يوقذك طبعا لفظ الجلالة انسى ان الخطأ الله ما هي المصيبة عندما ينطق بمثل هذه الكلمة نسمع هذه الكلمة تسمع من بعضهم عندما يريد ان يهدد اخر وخصوصا من النساء عندما تغضبوا احداهن على احد اولادهن فيقولنها وهذه الكلمة مصيبة في ذاتها نعم اذا هذا هو الظرف الذي تسمع فيه هذه الكلمة عندما يهدد احدهم اخر او امرأة تهدد ابنها اين تكمن هذه المصيبة نسمع تكمن هذه المصيبة في غفلة ناطق هذه الكلمة عن معناها ومدلولها فان مدلولها ان الله جل في علا تحت امر هذا الناطق والعياذ بالله مع ان الامر مقرر ولا يحتاج الى بيان ان جميع الخلق تحت امر الله كما قال تعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون نعم اذا هذه الكلمة مفادها والعياذ بالله وهو لا يقصد هذا الشخص هذا المعنى وهي ماذا ان الله جل في علا تحت امره فبالتالي قلب الموازين وقلب سنة الله في خلقه ان الكون ان الكون كله تحت امر الله عز وجل بينما هو يقول عن الله ولياذ بالله يعني مش قادر الواحد يفصل من كثر ما هذه الكلمة عظيمة فكيف يجرأ ان يقول هذه الكلمة وكأن الله جل في علا تحت امره والعكس هو الصحيح انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون كن فيكون فكيف تهدد شخصا بهذه العبارة الباطلة وكأنك تتحكم في الله تتحكم في الكون ولياذ بالله لو قصد هذه العبارة فما هو الحكم عليه الجواب كافر لا نتعجل في التكفير لا بد من البيان اياك ان تتعجل فتقول عن فلان كافر لانه لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع انا برو..